ختام المرحلة الحادية عشر من الدور سيكون حاميا بلقاء قمة مرتقبة بين بطل الموسم الماضي الشرطة ووصيفه أربيل في مباراة سيحتضنها ملعب الشعب الدولي في بغداد الإمبراطور هولير سيسعى جاهدا لكسب المباراة من أجل خطف الصدارة حيث يمتلك عشرين نقطة من ثماني مباريات وضعته بالوصافة بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر بغداد بدوره أكبر المتأثرين بالتأجيلات القفارة الخضراء لعب حتى الآن سبع مباريات جمع خلالها أربع عشرة نقطة والفوز سيصعد بالفريق إلى المراكز الأربع الأولى الفريقون يعجال بالنجوم الدوليين والمحترفين الشرطة بقيادة مدربه البرازيلي لوريفال سانتوس من المتوقع أن يلعب بخطة هجومية رغم غياب نجمه الأول نشط أكرم وحارسه الدولي محمد حميد لكن تواجد هدافه مصطفى كريم وبجواره المحترف كريستيانو والجناح المتألق أمجد كلف مع عودة صانع الألعاب أحمد فاضل للتشكيل الأساسي وبخطه الدفاعي الحديدي الأقوى في الدوري بقيادة علي بهجة وكوليبالي ووليد سالم والآخرين قد يرجح كفة الأخضر أما أبناء القلعة صفراء أربيل فتعد تشكيلتهم متكاملة لا سيما بخط الهجوم الناري المكون من الثلاث المحترف بورخة وأمجد راضي وفرحان شكور وخلفهم لؤي صلاح وفي الوسط المخضرم هوار ملا محمد والدوليين سيف سلمان وسعد عبد الأمير وفي الدفاع الإسباني خورخي بلاس والمتألق هردي سيامند وفي المرمى الحارس الكبير سرهانك محسن التاريخ لصالح الشرطة لكن آخر 14 عاما شهد تفوقا طفيفا لأربيل بثمانية انتصارات فيما تغلب الشرطة بستة والتعادل حضر مرتين عمر قحطان والرياض